بعد عودة الصيد البحري للنشاط اتخذت مدرية الصيد البحري لولاية بومرداس إجراءات وتدابير وقائية على مستوى ميناء دلس كإجبارية لبس الكمامات واحترام القواعد الاحترازية عند عملية بيع السمك فاطمة زهراء بن فرج الله احترام مسافة الأمان ولبس الكمامات إجراءات وقائية ضد وباء كورونا بميناء دلس بومرداس وهي تدابير أصبحت إجبارية خلال عملية بيع الأسماك منذ السماح للصيادين بالعودة لنشاطهم الحندول الله رأي هيلة حندول الله رأي باتدين رأي نسعوا مواقدة من البعيد الحندول الله كلنا نزدموا في بعضنا بزيئة بس هذا كله لا رأي نظام كبير رأي هيلة أمموا هكذا خير هكذا ليس ما يسوموا من البعد وكذا منها يجب على فهم ما من السماح يعرفوا هكذا النس سماح الحوت ما كاش ليزعمى بريق زميزيد ولا يدخلنا حاجة هكذا بشي مليحة في الوسط ولا رأي نرموا مو رأي حاجة مليحة لما افتح للميناء وبدأوا الصيادين يخرجوا بالمركب تحوم كان لازمنا نساهموا في عمل التوعية والتحسيس بمخاطر هذا الوباء تعقيم المركبات وإجبارية مرور الأشخاص عبر هذا النفق كلها إجراءات احترازية تعود عليها الجميعون وضعنا بعض الحواجز بين الحواجز هذه دينا تباعد ما بين تباعد بين الصيادين عند عملية البيع يعني اخذنا كل الاحتياطات اللي لازمنا نخذها كل يعني حاليا يحترم هذه الإجراءات وكل يعني استبشر خيرا بهذا الالتزام ونحن ماذا بنا يعني ولانا شي عادي نتعامل مع هذا الوباء وسط احترام لتدابير الويقائية ضد كوفيد-19 يستعيد ميناء تلس نشاطه الحيوي كما كان في السابقة